أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَّ الْوَكِيلِ وَنَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ